اشتركوا في القناة ومن اهم صفات وفضائل الأسرة المسيحية الشفافية في التعامل وعدم الكذب وعدم الإخفاء في حياتنا الصدق في كل شيء كيف تكون أسرة مسيحية غير مبنية على الصدق لا يمكن وكذب من أخطر الأمور التي أو أخطر نقدر نعلي فيروس قاتل ممكن يدخل الأسرة ممكن يهدها لأن بدون أمانة وصدق وشفافية لا تستقيم الحياة المسيحية احنا يمكن ذكرنا قبل كده لكن نأكد مرة تاني في الكتاب مقدس في سفر التكوين لما ربنا خلق وكون أول أسرة مسيحية يقول عنهم الكتاب كده عن آدم وحمد وحوى بعدما خلقت حواء كان كلاهما عريانين أدم وأمرأته أمام رب وهما لا يخجلان والآية دي وإن كانت بتتكلم عن وضع الأسرة في الخلقة الأولى عندما خلق الله أول أسرة لكنها بتدينا انطباع بأن ما فيش شيء كان مخفي في حياتهم من بعض وكأن الله أراد أن يضع لنا هذا النموذج لكي نتعلم أن في الأسرة المسيحية لا يمكن أن تبنى على كذب في فترة الخطوبة لابد أن يكون الاتنين اللي بتقدموا لبعض الخطوبة واضحين تماما يمكن أحيانا يعني الأباء يقولوا لبعض المخطوبين أنكم وأنتم مخطوبين إذا كان فيه أخطاء في الماضي مش لازم تعرف لكن من أول ما فيه علاقة بين اتنين بهدف الزواج لازم يكون كل شيء في أمانة وصدق كامل الزوجين إن ما كانش يبقوا بينهم صدقه كامل في علاقتهم ممكن هذه العلاقة تفشل وهذه العلاقة تمتلق بالشك والشك بيهد الأسرة نحن يا حبائي نزع في قلوبنا أن احنا أولاد الله وزي ما بيقول الكتاب مقدس وقوله الرسول في رسالة كلوسي لا تجذبوا لا تجذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتهم الإنسان العطيق مع عماله نحن في سر الزيجة ارتبطنا ارتبط مقدس لا بد أن نتجنب الكذب ما ينفعش إن الزوج يقول مثلا أنا هخفي بعض من أمور حياتي على زوجتي علشان مثلا أو مثلا دخلي أو علشان زوجتي مسرفة لازم الأمور تكون فيه تكامل بغض النظر على التفاصيل لكن يكون فيه وضوح فيه رؤية واحدة لحياتنا بنرتبها وبنمشي فيها أحنا الأتنين وبقدر ما بيكون فيه شفافية في التعامل وبقدر ما بيكون فيه تعاون بين الزوجين في الأسرة وما ينفعش إن زوجة أو زوج يقول أن هخفي بعض علاقاتي مع الآخرين عن شريك حياتي علشان ما يحصلش شك أو علشان ما يحصلش زعل نحن نحتاج إننا نفكر مع بعض كيف نبني علاقات سوية صالحة مع الآخرين كأسرة ومع بعض مع طبعا وجود صدقات لكل طرف لكنها في النور وفي الشركة الروحية التي تكتمل فيها حياة الأسرة مع بعض ما ينفعش إن الواحد يقول مثلا أنا بسافر في حتة وما أقولش مخفي عن زوجتي وعن أولادي أنا رايح فين لابد يكون فيه أمانة في كل شيء أمانة في المشاعر أمانة في الحقائق أمانة في ظروف الحياة وظروف العمل في العلاقات حتى لو كان في مشكلة بتدخل فيها الأسرة لكن بالأمانة والصدق في التعاون نستطيع معا إننا نجد حل لهذا الأمر الحقيقة ناخد بالنا إن الكتاب المقدس أيضا ورّانا قد إيه الكذب بمشاكل نحن عندنا نموذج واضح جدا أمنا رفقة زوجة أبونا إسحاء لما شجعت ابنها يعقوب إنه يجذب على أبوه حياته بعد كده أصبحت فيها متاعب كثيرة جدا ولأنه أخطأ أخد متاعب وخطأ التجارب دخل فيها كانت صعبة جدا نحن نحتاج يا حبائي إننا نتعهد أمان بعض في الأسرة المسحية إن تكون كل حياتنا فيها شفافية وفيها أمانة ونحذر من الكذب لأن حتى تكذبون لا يدخلون ملكوت السموات ربنا حذرنا من هذا الأمر فلننتبه لإلا نفقد هذه الفضيلة المهمة جدا في حياتنا كأسرة وحتى أولادنا هيتعلموا مننا ما نصنعه وكلنا عارفين النمازج الخاصة بهذا الأمر إذا الأبوة والأم يتعلموا يجذبوا أولادهم بيخرجوا يجذبوا حتى عليهم هم نفسهم ويخفى عنهم حقائق لأنهم تعودوا إن فيه إخفاء حقائق ربنا يعطينا أمانة ونحفظها لكي تكون حياتنا ناجحة ومفرحة وأيضا فيها ثقة وفيها سلام وفرح وللهنا المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر